مفيش حد ما بيجذبش بس فيه حد بيتهرش وحد لا لكن كلنا بنجذب وبما إنه كلنا بنضطر نعمل كده في أوقات كتير فعلى الأقل خلينا نعمله صح بقى يعني هنبقى كدبين وأغبية كمان علشان كده أنا هقولك النهاردة دليل الكداب المحترف أول وأهم حاجة الزكرة المقولة المقصورة الحكيمة بيتقول إيه إن سرق تسرق جمل وإن كدب تجذب هبل مش هبل يعني كلام في الهبل يعني حلو هبل هتجذب يبقى تفتكر إنت قلتي إيه الزكرة وتمضي على أقوالك بتنسى اتصرف إلعب يوجه خد كابسولات زيت كبد الحوت إعمل بيتيتجن في الصحراء إنت حر تجيبك أشكول سلك اللي هو قميد صفحة وصفحة ده وتكتب كل أكاذيبك بالتفاصيل الدقيق أكتب أكتب على طول أيوة أوعى تنسى تكتب 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 ده بيأخدنا بقى التاني نصيحة فقا الاختصار على قد ما تقدر خلي كتبتك قسيرة ما تدخلش نفسك في التفاصيل كتير مش هتقدر تفتكرها بعدين يعني مثلا السؤال المشهور اللي هو انت مجدش لين بارح راحت علي يا نوما بس نقطة راس أخلص إنه بقى جوا أسانا كنت صهران بذاكر كميا مبارح لحد الفجر وماما تعبد شوية ودتها المستشفى ورجعنا فما سمعتش بمنابه لا لا ليه 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 جيه كل ده فلو اتلخبطت مثلا هتقول انت مجدش لين بارح فتقوم في المرة التانية قايل بقى إيه لا ماما كانت بتذاكر كميا وجرنا كان عيان شوية جابوا له المستشفى وبعدين أنا ما عنديش منابه شوف خلاص خلص فرق أقوال خلاص جابت كده خلاص ما اتدخلش هابسك في التفاصيل توقعك وتكشفت كتبه وصيارة محكومة والمثال بيقولك ايه كتب مساوي ولا صدق مفعكش صح؟ اول مرة تسمعها دي؟ مش عارف اول مرة تسمعها اول مرة تسمع تلمة صدق لكن المفعكش انت عارفها النصيحة اللي بعد كده غطي دهرك لا مش وانت قاعد انت تمام لا لا انت شكلت كويس لا لا مش عليك انت مش عليك انت غطي دهرك يعني ما تسيبش وراك دليل او اثر حد يقدر يعتدبعه علشان كده اضمن وانضف كتب هو الكتب بتاع زماني كتب الشفوي الجميل على قد ما تقدر حاول تتجنب الكتب على الموبايل او الكمبيوتر او اي حاجة ممكن تتمسك عليك وربنا يكفينا شارل سكرينشوت انت عارف تمام؟ انا عاشت زاكرتك وقصرت كثبتك ما دخلتش في تفاصيل تغطيت دهرك لأ المرة دي الفانيلا غطيته في الدهرك فانيلا اه لا انا اصدق على الكتب تغطي دهرك تمام؟ في طريقة تانية مضمونة برضو وانك ترد السؤال بسياعة خلي الريفرنس بتاعك في الحتة دي جمعة الشوال فاكر المشهد المشهود بتاعك ياس كشف الكذب ده تحب مصر يا جمعة؟ زي ما انت بتحب اسرائيل بالضبط شوف جاوب هو بس ايه؟ بس او كليشيو على طب وخلصة رايح بالضبط خد بالك من لغة الجسد لا تلمس مناخيرك ولا تهرش في راسك ولا تبصش ماد ولا تلعب في شعرك اه لو عملت الحاجات دي بالدان جدا لو مش عارت تتحكم في اعضائك هتتفضح نصيحة بقى مهمة وحساسة جدا لو تفاشت هتعمل ايه؟ اعمل اي حاجة اي حاجة فاهم المهمة انك اوعى تعترف اجدب كتبك دي ده تبرر بها الكتب الاولانية خليك صاحب مبدأ حسيت انك مزنوق في كورنان وقربت تتكشف اتصرف حاول تدخل من اي صغرة وتقلب التربيزم سرعة قبل ما تتكشف على فكرة الستات بعرفوا يعملوا الحركة دي اكتر من نينة بكتير بس معلش مع التدريب هتيجي معانا يا يعني مثلا مراتك تقول لك كذاب انت مكتش في الشغل لسه مكلمينك من الشغل بيسألوا عليك عفشيتني كده حلو تقلب التربيل لو بيكلموني من الشغل يسألوا علي كنت في الحمام يا ستي ايه؟ مش بني ادم انا طور في ساقي عشان اجيب المصاريف بتاعت البيت ما انتو مش حاسين بحاجة فاهم؟ فين بقى يا هاني من اللي بقى من مرتب الشهر اللي فات صرفتيه يا صرفتيه طبعا نزلت السوبر ماركت صرفتيه هي هتنشغل بقى في الدفاع عن نفسها وعن السوبر ماركت المهم ما توصلش لانك بتجذب فين؟ ترمز اتقلبت اسبت بقى على موقفك واقع تستسلت بمناسبة السبات والثقة هي دي نصيحة اللي جاية اسبت ما تتردتش هناخد جملة مثلا زي كنت متأخر فين كان مثال نفس المثال بتاعنا كنت متأخر فين كنت في الشغل ماركت السلطة نفس الأداء بالزبط اللي فات هنا تقوم داخل عليها بقى ايه؟ تهجم قبل ما تهاجم فاهم ازاي هتقول لها؟ همال هكون فيني يعني خارج مع أصحابي وروحنا السينما وبعدين طلقنا على الأهواء وبعدين طلقنا على بيت عاصم سهرنا لحد دلوقتي دي طريقة زريفة بقى اللي انت بتقول الحقيقة بس بالأداء ده اللي انت عملته فعلا بس بصورة استنكرية تعدي نفس نظرية اللي بيهرب من البوليس فيستخبف شقة قدام الاسم عارف الفكرة دي؟ مستحيل يدوره في المكان ده فيه نصيحة مهمة قوي ولو انها يعني رخيصة شوية اللي هي اللعبة على العاطفة ازاي؟ تقول لك مثلا انت كنت فين؟ تقموطي راسك كده وتنكسر تخن صوتك تستعير نبرد صوت الفنان رشوان توفيق دم مع دمعتين خفاف كده وتقول كنت في المستشفى معها باس يا معلم اسمع التون ده بعد ازنك بدع المستشفى؟ ايوه يا ساتر خشت ده؟ خلاص اي حاجة بعد المستشفى هتتصدق حتى لو قلت لها انا كنت في المستشفى باتمرن جنباز اقاعي خلاص اشتريت خلاص يعني اديك مثال كنت فين كل ده؟ كنت في الشغل حلو كده كنت بقى سيارة وريقة واسقة من غير اي تفاصيل اهيه قبل ما تتسئل سؤال استنكاري تحو ده انت بقى على شوية التفاصيل بعيدة تماما عن كتبتك دي اسمها الفصحة متفسح اللي قدامي ازاي تقول لها؟ النهاردة كان يوم غريب جدا اصلا المدير قال لنا ان الشغل متأخر وطول ما هو بيتكلم انا شايف نملة على الحيط ومركز معها ومش سامع هو بيقول ايه تخيالي كده؟ حياة النملة دي عاملة سهلة بتخرج معرضة للموت علشان تجيب خزين الشتة بس ايه انواع نملة تانية بتطير مخيفة جدا اللي بتطير دي؟ شوف خدت بالك تاهت منك انت توهت انت شخصية طبعا نصيحة خدوهم بالصوت دي دايما بتاكل في الكد اه بالصوت لو كنت في داهية ما انتو مش حاسين بحاجة متعمل الشوياتين بتوعك دول تختفي بسرعة وانت بتبرتر هتبش عارب تبتلعاجات ام زائق بحاجة اللي قدامك فورا هيحس بالزابط لها بقى محاولات عشان تعوضك على اللي حصل ده تيجيلك تقول لك طب مش هتتعشى خد بالك مش فيها بترضيك بتجيبك لو قلتلها اه اتقفشت خلف 6 فيش حد متعصب بيأكل فالتكمل في السك خليك صاحي لو بقى ليش نفس مش عايز هاكل مش عايز هاكل ارميلي هنا شويت البشاميل اللي عالكومودين ولا هاكل ولا قرب اما البشاميل اللي يجيلك انت بقى يقول بقى مش مشكلة بس ادائك وانت بتطلب مباشي تاكل اه ام حانا بنجزد لو اضطرت للاستعانة بصديق في الكذبة بتاعتك تتأكد انه صديق زاكي وعنده ولاء ابوس ايدك الاغبية لا عشان خطري الصديق الغبي هيلبسها صديقك الزاكي اللي عنده ولاء هتكلمه تسأله عن اي حاجة هيب عنده رد في مصلحتك فهم اي امكان فاهم هو اللي هو مسلا تسأل هو حسن كان معكم على الاهوة النهاردة تسأل صاحبك فعلى طول يحسبها اي حاجة فيها انبساط برا جو الشغل برا البيت هيقول ايه لأ طبعا كانش على الاهوة هو ما يعرفش عنك حاجة هو ما يشفاجش بقى له اسبوعين بس بيجاوب صح ده الصديق الزاكي امسك فيه بأيديك واسنانك طب بالمناسبة بقى كنت فين امبارح لما امرأتك كلمتني ما جيتش ليه على القهوة اه لا اسكت على حصال الامبارح مش رحت ال رحت المستشفى معا والنملة كان ماشى على الحطة وصراحوا اتنين كمرجية واتزعوا طبعا بيتي الشغل على البقهاء وانا هكون فين يعني هكون يعني رحت السنوة مع شريف وعلاقي يعني وسهرنا للصبح يعني ولا ايه استغفر الله العظيم يا رب اشتركوا في القناة